جمهور الكرة شواف. وجمهور الكرة دايماً مهما ينتقد في اللعيب. لما يشوف اللعيب دايماً بيقاوح. واللعيب بيعمل اللي عليه. حتى لو معهوش الحظ. اه طبعاً حتى لو معهوش الحظ ومعهوش التوفيق. بس انت تحب اللعيب الكرة اللي بيلعب من قلبه. صح. سف الجزيري النهاردة. اه فقد الاستحواس كتير واتقطعت منه كور كتير. ولكن مجهوده في الاخر ربنا بيكفقوا بالهدف اللي جئ. بس هو عنده حاجة غريبة جدا. اه. سف الجزيري بيضيع السهل. ايه. وبيجيب الصعب. ايه. تعالى هتفرج على الكرة اللي كانت في الشوت الاولاني اللي احفتوح العبق وبمناسبة دي كانت اول هجمة منظمة لنادي الزمالي كانت في دايماً تلاتة واربعين او اتنين واربعين. كل المناسبة فتوح عمالة حلوة اوة عشان احنا برضو. جد. يعني فتوح هنا ده الراجل دخل عليه قال له تعالى باش رايح بس وقعد على جنب كده. اه 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 راح له جدا. لمه وبعدين بقى معامل برجله كده بص بقى على سف الجزيري فين يا كريم. سف الجزيري مفيش اي حاجة صعبة ان هو يحطها جون. الاوفر اتلاعي مفتوح زي ما الكتاب بيقول. والراجل مش مدايق سف الجزيري قوي. بص راجل عمل الارتقاء جوه سيكس يارد اه انت بص والجنب بتاعه عند السيكس يارد. اي لمسة جون. الضالطة انه حاب يحطها باند بدي. وعاوز يعملها باند. الباند يبقى بعيد. نفس الكورة دي اللي ضاعت في ماتش دري تيمز في مصر نفس الكورة بيضيع الكورة كتير جدا قدام السيكس يارد. ده على بقى نتفرج على الهدف ده اصعب بكتير. المسافة تقريبا الضابل. طبعا زيزو مهما كان. زيزو هو برضو. وحلال العقد. وعمل مجهود. مش طبيعي. زيزو النهارده كان ناس يوقف جون بصراحة. عمل كل حاجة في الدين. الاوفر اللي اتعمل بص بقى هنا الفرق ما بين الكورة اللي انا جبت لك في الشوت الاولاني الكورة دي. تانية كانت جواه السيكس يارد. ومعهوش حد م دايقه. المرة دي الراجل طلع وسط اتنين. ولعبها فعلا حلوة جدا جدا. وده نتاج مجهود سيف الجزيري. لانا زي ما بقولك. الجمهور ممكن ينتقد. بس انا لما لقى اللعيب بيلعب من قلبه. واللعيب بيموت نفسه عشان خطر الفرقة. في الاول في الاخر لا الجمهور هيستحمله. غير لما انت تبقى لعيب متكاسف. عشان كيف بصراحة تحاية كبيرة لسيف الجزيري. وانا شاف نتيجة ممتازة لنادي الزمالك بناء على المستوى اللي تقدم النهارده. جم على العامل الاجبر. وان شاء الله بازن الله بازن الله نادي الزمالك. معي عشر ثواني لو. عايز اقول حاجة اخير. عايز اقول حاجة ان جمهور الزمالك كان بطل الكونفودرالية حرفيا من البداية. في اللاحزة اللي الزمالك كان تقريبا خرج من البولة في مباراة قلتة سرار. هم اللي خادوا بايدي الفرقة ودخلوهم. وانا متأكد ان شاء الله ان جمهور الزمالك هيكون هو بطل لقاء العودة. خاصة ان الضغط كبير جدا. جدا على فريق نهارد بركان اللي اعتقد لا في وسط السبعين ثمانين الف. في المتناول. لا بفريق في المتناول. وان شاء الله هي بطل تزمالك بازن الله.